تبدأ الرواية ببطال القصة وهو خالد من قرية الباهوفريك الذي كان يعشق فتاة تدعمونه مستعد لفعل أي شيء من أجلها ولكن أباها كان يقف عائقا في وجهه حيث رفض خالد ثماني مرات وفي كل مرة يتقدم الخطبتها يسأله سؤالا يعجز عن الإجابة عنه وهو ما هو الشئ الذي يميزك عن الآخرين وهكذا يجد أبوها حجة لرفضه وفي المرة الثامنة التي رفض فيها خالد سمع بأن أباها يريد أن يزوجها لطبيب وهنا دخل الحزن واليأس على قلبه وفي إحدى الليالي كان القمر بطلا جلس خالد مع جده وبدأ يقص له قصة سرداب فورك وهنا تذكر خالد أن جده قص له هذه القصة عدة مرة وهو صغير فبدأ الفضول والحمس يتسلل إلى قلب خالد وبدأ يفكر في النزول إلى سرداب فورك لا ربما هناك صندوق كنز لكن لم يريد خالد أن يصارح جده لأنه يعلم أن جده سيمنعه ولكن جده علما بالأمر وساعده وأتى بصديق له يعلم مجموعة من المعلومات حول السرداب وعطاه كتابا حول طريقة النزول ولكن رغم كل هذا لا أحد يعلم ما ورأى هذا السرداب فكر خالد وقرر النزول للسرداب وفعلا نزل إلى السرداب وبدأ بالتقدم حتى بدأت جهات السرداب الأربع من الانهيار فأغمي على خالد ولما فتح عينه وجد نفسه في الصحراء أوسع ولا يرى أمامه إلا الرمال وفي لحظة لمح شخصين فذهب ليسألهما ولم يفهم منهما شيئا وعيد به يلتقي بإياد ويامن فأخبره أنه في أرض سيكولا ذهب خالد وهنا بدأت مأساته الحقيقية حيث يجد نفسه في أرض يتعامل أهلها بعملات الدكاء ولا وجود للأموال الملموسة هناك التكيو جدا هو الغني والغبي هو الفقير ويتكلمون اللغة العربية الفصحة وقد وجد هناك طقس أرض سيكولا فسأل يامن فأجاب مجموعة من الأشخاص يتنافسون بلعبة والسيكولا يختار الأفقر فيدبح بعدها يقابل خالد أجمل نساء أرض سيكولا وهي أسيل الدكتورة المسؤولة عن اختيار الأفقر في سيكولا كانت ستدهت عربتها ولكنه نجى بأعشوبة فأعطته وردة حمراء فبدأ خالد بالتعرف عليها ويعرف أنها ليست من أرض سيكولا بل أتت مع العبير وبدأت أسيل تنجرب إليه وتمر الأيام ويحاول خالد الخروج من أرض سيكولا ولكن يدرك أنه من المستحيل لأنه لا تفتح أبواب أرض سيكولا إلا في يوم سيكولا فقط وكانت تساعد الطبيبة للبحث عن كتاب كتبه أحد الأشخاص يظنه خالد أنه والده ومرت الأيام لتأتي أسيل بالخبر المفرح أن زوجة الحاكم ستضع مولودا جديدا فإذا كان ذكر ستفتح أبواب أرض سيكولا فاستبشر خيرا وإذا به يبحث دعب للمنطقة الشمالية ليجد شخصا يدعى هيلل هذا الشخص اكتشف خالد أنه أخوه وكان يريد أربعمائة وحدة تمنا للكتاب فعمل خالد جاهدا ليسدد له المبلغ وعندما جاء ليأخذ الكتاب نصب هيلل عليه ليأخذ خمسمائة بدل أربعمائة لكن لم تتوقف أحداث رواية هنا بل أخذ خالد يقرأ في هذا الكتاب وكان هناك لغزن يوضح طريقة الخروج من السرد وبعد مساعدة من أسيل ويامن استطاع خالد معرفة أين يقال فقاموا بشراء منزل وحفر نفق للخروج إليه لكن الأمور لا تظل جيدة دائما فبسبب ما فعله خالد لشراء المنزل والكتاب فقد الكثير من وحدات الدكاء وتم القبض عليه لأنه فقير ويشاء القدر أن يكون خالد أمام أسيل لتختاره أنه الأفقر وسوف يتنفس في أرض زيكولا وتتصارع أسيل مع نفسها وهي غير مصدقة ماذا حدث وماذا فعلت ولكن لتريحة دمينها أرادت أن تنقيده دخل خالد زيكولا وخسر وقابلته أسيل قبل أن يدبح وطلبت منه أن يقبلها ثم قبلته أسيل وتركته إذ بهذه القبلة أعطته وحدات لتجعله غديا وهكذا نجم من الإعدام وحكم على أسيل بالخيانة وتركت زيكولا وهربت وترك خالد أيضا زيكولا وعدل تزوج مونة وفي يوم الزفاف كانت مونة تريد قضاء شهر العسل في مكان مختلف فقال لها خالد ما رأيك أن نقضي هذا الشهر في مكان عمولاته وحدة الدكاء انتهت الرواية على هذا المنوع الجزء الثاني ماذا حدثت لأسيل ويامن وإياد إذا كنتم تريدون الجزء الثاني فما عليكم إلا الاشتراك في القناة ووضع لك الفيديو وأراءكم في التعليقات